موسيقى موسيقى عشان بدعم المنتخب عشان احنا تعيبنا الصراحة الموتش كان جانت وعامة اصلا انا في بداية الشهرة اصلا انا بغني ريب مزيكة بحب اسمع مزيكة وكده وليه تشانل على اليوتيوب هو موضوع مانيج ازاي طبعا هو في حد من زمايلي بيتفرج على كورة وكده فاكلمني فقال لي انت شبه كذا حد كل شوية كان بيوانا رايح بقى وانا جاي بيقول لي انت شبه ماني شبه ماني فانا قلت طبعا انا عايز اتفرج على ماني اللي انت بتشبهني بيه ده مهمة روحت وتفرجت على ماني وكده فالله انا اول ماتش تفرجت عليه فايه ده وده مانيه ده انا شبه قوي يعني الفرق بينا جاي وفي نفس السنة اللي انا اكتشفت فيها الفرق ده بالشبه كان كاس امو الافريقية مصر هي اللي بتنظمه فانا كنت عايز بقى اللي انا هشجع وطلعت بفكرة ان انا اول واحد مصري يشجع السنة من بعد دور الستاشر لما مصري تلعت لو تفتكر تمام فاتجهت ان انا شجعت السنغال بعد كده سبحان الله بقى كان ساعتها ماتش الجزائر هيتليع بيوم الجمعة فانا شفت مانيه يوم الاربعة يعني قابليها بيوم انا كنت فائد الامل تماما ان انا هشوفه فائد الامل تماما بس الحمدلله يا ربك بيسبب الاسباب يعني الحمدلله ان انا وصلت للمرحلة دي وهي عمتن الشهرة بتاعت بودي الاول غير حلام بودي مانيه حلام هو طبعا محمود السيس فنان كبير جدا انا بحبه عمتن اصلا بحبه متابعه من على السوشال ميديا بحب الفيديوهب بتاعته فدخلت كلمته عادي زي زي احد قبل موضوع او كان موضوع مانيه برضو شغال بس انا كنت بعمل محتوى راب فهو بيعمل محتوى كوميدي فلو عملنا حاجة مع بعض ممكن ايه الموضوع يبقى لطيف في عام قصدي فبس فقلت له لو سمحت ممكن نعمل فيديو مع بعض بتاع الكلام ده فيعني هو بصراحة انسان محترم جدا وراحب بالفكرة فبس خدنا اول فيديو الحمدلله يعني صورنا ونزلنا صورنا الفيديو انا كنت فاكر ان الموضوع سهل بس طبعا الموضوع التمثيل في الكوميديا الموضوع صعب ان انت بترتجي الحاجات بتعمل سيناريو موضوع مختلف تماما عالموضوع الرابع عالموضوع المزيكة ده مجال وده مجال تاني فانا داخل في مجال تاني ده موضوع غريب شوية علي بس فالمهم احنا صورنا الفيديو وتعبنا الصراحة تعبنا جدا قبل ما نصور الفيديو الحمدلله الفيديو نزل خد تريند في الفيسبوك فانا ما كنتش متوقع ان احنا كنا هناخد تريند انا قلت الفيديو هيجيب خمسمائة الف مشاهدة مليون ما عرفش الفيديو في خلال اسبوع ولا اسبوعين قصر التلاتة مليون مستقبلا لا مش عارف بس هوها كان لسه كنا عاملين فيديو ونزلناه طبعا ساعة قبل الموتش بحوالي 3 او 4 ساعات بس طبعا يعني عشان احنا اخسرنا فالفيديو كانش له في اكشة جامد طبعا الناس كانت متقصرة فحادش تفرج على الفيديو وابسط قوي يعني فهموا قصدي يعني الفيديو حقق مشاهدات عالية بعد الموتش ما حققاش مشاهدات او يعني جدا زي الاول